السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من أهلا بالسريع مباريات رابد 10 وصفر وهيا بنا إن شاء الله النهاردة مساء عندنا الجولة رقم 2 من دبي المفتوحة بنلاعب جيرمان تشاس بيدق مالك هنلعب سقلي ونشوف هيرد إزاي سقلي مفتوح حيث فتح فايل السي وفايل الدي سي والدي ناكدورف ماشي بدأ طبعا ده تفرع اسمه الانجليش اتاك ضد الناكدورف الناكدورف لنقلة الـ A6 كوين دي تودي سريعة شوية هتاكد بلعبه F3 الأول أنا هبقى ملتزم جدا وهطلع بالفيل بتاعي تبييت هل أنت متأكد مرحش هدد الفيل ده واخده يعني ها عنده الدخلة دي يمكن السباكل عادي مستحيل ده يبقى حلو بصراحة ها عنده دي ماشي بس أنا هاكل الفيل فكرة حلوة منه G3 عشان لما يجي أربطه يلعب مش هربطه خلص مش هربطه يلعب الدفعة البيدقية بس معلش احنا خدنا منه امتياز الفيلين ودي حاجة عظيمة جدا المشكلة نواه يخش دلوقتي نستعجل قوي كده عايز يدفع الدفعة دي خلاص واضحة الأمور واضحة الأمور جدا 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 نايت بي سيكس فاشلة عشان بيدق في بيدق كوين سي سابن يمكن تكون حلوة اخد شكل حلو الصراحة كوين تا سي سابن نقلة typical بضغف على ال E5 افل السكة ممكن كمان دلوقتي نكسر الفيل ده مع الفيل ده بس هيتبقى له حصان في منتهى الازعاج لازم مامشي هنا كان المفروض مكانش المفروض ولا حاجة هو الدنيا كده ماشي يعني بس هو احسن هو احسن دلوقتي ترجمة نانسي قنقر بسرعة كده وببساطة بسرعة وببساطة عايز اكسر بصراحة مثل ده ده هجوم سفاح هعمل لي بص كده كده اعمل كده يخش كده مثلا ولا كده 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 ماشا اوكي ممكن دلوقتي على فكرة اخلص من الاضعاف ده تماما واعمل كده يبقى عنده بس الاكل بالرخ له مزايا اخرى اضغط هنا ويمكن اعمل كده واضغط هنا ماشي خليني اسخف شوية هو لعب النقلة دي مخصوص علشان يمنع الافكار دي الان هناك افكار من نوعية الدفعة البيدقية انا هجوز وهسمح له ياخد دي وارجع مكاني لو عمل حاجة من دي لازم اقبلها ببي فايف عشان افتح اعمدة اه معقول الواحد ناسي ناسي النكدر في الدرجات دي يعني العملية بايزة نايت باك هل في امكانية اجي هنا دلوقتي؟ نايت باك احمي البيدق اهمي البيدق اه I don't know I think I am positionally destroyed pretty destroyed I don't know I'll find my days I'll find my dreams I'll find my dreams and I'll find my dreams we live by I don't know our love and we're 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 but فلحنا بس المهم ان احنا ما نرجعش في كلامنا مش فاهمها اصلا مش فاهمها هيدفع دي وانا اكل وياكل اخش كده فياكل 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 احاول ادفع البيده البيده ده هيتلاحق طبعا انه يبقى هنا انا كنت وعملت كده يا خبر ابيض على الحلاوة ماشي مرضاش يخش في المعارك انا هاكل طبعا الفيلده لازم يشم نفسه حسنا حسنا و لو طلبت ماشي هناك كارثة لابد لنا من تجنبها ولدينا بيدق سالك في منتهى الاهمية هذا البيدق السالك دفع تبدأ بكشة همشي هنا بعيد بعيد عن الضربات دي تجنب فياكل هو تجنب فياكل عاوز الكيش داي وعاوز يرجع اخر الدنيا ايه لو عايز الرخ اما تفوقي عم الحج طيب ادعم البيدئ اللي هيجري طيب لو عملت كده داني كيش مشيت اكل اكلت دايما نروخ هنا دي تهديد لو عملت كده في كده ودفعت البيدئ بكسب طبعا ممكن اكل البيدئ بس هياخد قصاد البيدئ المهم بتاعي بحاجة مش محبذة اطلاقا فانا افضل التقدم بهذا الشكل بيعمل بيدئ سلك هو الاخر بيعمل بيدئ سلك هو الاخر فكرة واضحة وصريحة الفكرة واضحة وصريحة اعيز لو دفعت البيدة يديني كش لو مشيت هيكل ولو طلعت هيديني كش تاني لياخد القطعة فمحتاجها رب القطعة بتنبو كشي هطلع دوقتي هات البيدة ومازلت في خطة الدفع البيدقي طيب دفعت كشي اكلت ولا اي حاجة لو دفع دفعت لو دفع جبت وزير جاب وزير اكلته كشي اكلت هات الحصان ديني كشي مشيت اوكي 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 الكلام ماشي في سكة انه عاوز ياكل هنا البيدة بتنبو على الرخ اصرحة عايز امشي كده عشان ما يبقاش فيه كشت بالرخ اطلاقا او عادي دي دلي قوية اعتقد لو اكل دفع البيدقية ياكل اجيب وزير لو اداني كشي هاكل البيدق الوقت يجري اصلا انا مضغوط في الوقت كمان اصلا لو اكل هنا ممكن اهرب بكش اوكي غريبة شوية مش فاهمها طيب هات الرخ طيب شكله راح يقف وشي البيدق شاك اوكي اوكي هات الحصان مشيت عايز اخش كده غير آبهن غير آبهن على الاطلاق شاك شاك اي رن غير آبهن على الاطلاق اوه حتى دي نسحب غير آبهن على الاطلاق لازم نشوف احنا عاكينا ايه في الافتتاح في عاك في الافتتاح حصل ناك دورف انجليش اتاك بشب اي اي سبن نقلة ممتازة كوين دي تو فين اف ثري فين اف ثري ماخر الاف ثري هو شكله عارف الشكل انا لابت نايت جي فور الاولى على الانجن مزبوطة جي ثري ممتازة عشان يمنع ان انا تخيل مثلا ان هو لعب كده وانا كالت وهو اكل وانا ممكن اعمله كده يخسر خلاص فجي ثري مزبوطة خدت امتياز الفلين بس واضح ان حتى امتياز الفلين ما بيقولش يعني ان انا معايا حاجة ليه المربع بيبقى قوي جدا بالنسبة له مباراة استراتيجية جدا بي فايف يقال عنها انها الافضل بس بعد نايت لازم اكل بعد ما ياكل الانجن شايف الشكل ده افضل للاسود بس انا مش شايف فين الافضلية بصراحة او كوين تي سي سيفن وحشة رغم انها نقلة تيبكل بيقول لي بي فايف طيب لوحة بسني باشي بسي فور ولو اكل باكل ولو مش المربع ده بقى بتاعه برضو بس اي هاف تايم تبلاي نايت بي سيكس ناو طلب يط برضو احسن واضع مش سهل ابدا وبصراحة او مر العبو بشب هنا كانت سيئة لانه بيأكل بيأكل بيخوش بالحصول معتها فاق واحد ونص واحد وثمانية واحد وتسعة جي فور ممتازة روك سي ايت بصراحة لعب روك دي تو وانا هنا طلبت تكسير عشان خطري الانجين بيقول بيست موف نايت اف سيكس واستحمل العجن اا اوكي جاي بتنبو طلب البيدأ لازم ياكل معقول لازم ياكل واسيب البيدأ ده اا اوكي مش هي وااو كول انديد روحنا نهايات جاوزت مشيت رجع مع تفوق موقفي متأكد ان ده تفوق خمسة بعد تيكز تيكز نايت دي فايف آآآآ الحونة نفس وينة بدأت الأمور تعق تقول لهم شي مشي كالت البيضة أنا توقعت إنهيلعب نايت وبعدين يخش بالرخة هيرجع بيدقهم ولسه معت تفوق اللي معتوا للجيم بس النقلة دي بصراحة يعني خلت البيديا السالك مجرم والدنيا بقت مش حلوة روك اتش وان والملك بقى في قلب الخصب وفي السكة نتاشنا شوية بياد وانقلبت المباراة رأسا على عقب انقلبت المباراة رأسا على عقب لمقرد الهروبل اندينج تكنيك اللي لعب بي اوكي وان مور جيم ماشي وليكن good luck have fun the guy says thank you it's a change variation of the queen's gambit bishop date حلو والله ساعات بيرخموا على الفيل ده من خلال الحاجات دي هنجرب الكلام ده موبايل شكله مش سيلم عمل واحدة زعل برضو خلي بالك صيلم صيلم لو سمحت صيلم يا ابني ما تدقناش ماشي معاتل فيل اوكي ام ام بالا فيولو?? يعني ايه يعني والله حاس ان انا بالعب شهطم رنج كويس نايد أفسيكس عادي ولو كيلي عنه رруг جي 8 ويحبس الوزير او الواحدت اذا فالها اعرف혔itter لا اه باكل على ال H6 والله اخدت شكل حلو او من الافتتاحة واحتمال بايت طويل بدأ مستر كويرتزين يفكر وبدأ يفكر ويفكر ويفكر غريب الحب من فهمه لو انا بايت طويل هياكل هنا ولو انا كلت هنا يمكن يأكل هنا بكش واحتمال اموت يعني متى بايت طويل هنا اشأة كارثي اشبه بالكارثة طيب ايه رايك في F3 هتروح فين هروح على ال E7 عايز وزير في بيدة ايه رايك في ال E4 ياكل ياكل F3 في E4 F4 is a good idea تكلمش 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 معايا نعم اتكلم عادي تبيه طويل عشان نحمل بيدة ويه F4 جاية في السكة والله يحاس ان انا لعبت successful opening اخيال اخد E4 E5 F4 F5 تبقى حاجة عظيمة جدا هل يقدر لي هذا؟ سأكون مجرد مشكلتي مع الفيل ده حسنا لسه بقول لسه بقول لسه بقول لسه بقول بقول لسه خلق بتقول ايه يعني لاحظ انك كنت بتقول بس فاهمني فيه ما بتقول ايه بقول لك ايه تصبر بقى دقيقتين بشب دي ثري لو اكل اربطه كيف سيحفظ كيف سيحفظ هذا الحصان من الضغط والربط وال والهبدي والعبطي انت بتقول ايه يا محمد ان هوفل انت قعب تهبد اي كلام صح انت هوى يا ابني يا ابني انت هوى ما ينفعش اي حاجة تيجى على بالك تقولها ماذا دف اوكي نايت تيكس بيشيب تيكس بيشيب تيكس او كوين تيكس اوكي اوكي تيكس بيشب تيكس بيشيب بيش�니까 نايت لا دا مش حلو دا مش حلو السماح لي بهذا الدلع لا أظنه جيد C5 لا تبدو قوية عليها نايت ب5 قاتلة وهذه ال ولا ولا دا 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 آه So C5 is on the verge of defeat لازم ألعب دي عشان أسابورت النقطة دي بحيث لما سي 5 تيجي ما تزعلنيش ما تزعلنيشي مفكر دلوقتي سي 5 بيشيب دي ثري سي تيكس دي فور نايت اي تو روك أف سي ايت شاك او نا نا او نا نا مش حلو ده ده مش حلو محتكين محتكين نحتة محتكين نحتة ونسبر محتكين ان احنا نحتكتة واخد بالاك ونلعب هذه النهاية الكابابلانكية بطريقة احترافية بطريقة احترافية محتكين من قيادة محتكين محتكين نايت نايت محتكين 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 الكثير والكثير من الافكار التي لها علاقة بروك دي ثري يعني هذه الحاجات برضو تستحق الـ worth considering أمتأكد أن الانجين هنا يدين تفوق على الأقل واحد فوق واحد solid 1 هل هذا جيد؟ I mean Rook there ما هذه النقلة؟ وكيف نتعامل معها؟ هو لو أكل هنا على فكرة ونكلت هيبقى عندو different front to put pressure عندو أم 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 وإن أم 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 ولا مش آآ يمو العين حلوي يفل على ياسمين يمو العين حلوي آآآآآ حسنا تاكل قدي الكش بالحصان ترجع أكل ثاني هذا يجب أن يكون يجب ولا فاكس لا أكناه بس حاسسها كده تستحق ولا لا ارجع تقياه تقياه عمود الله الله 접 across كيش يش يدازم يروح هنا أصلا طح هل هناك إمكانية لمنع هذه الكيش السخيفة وبعدين هياكل هياكل وبعدين هينزل يربط البيداء معبروشي وانزل هنا هياكل بكيش هامشي ولا دو فضيع وقت يبدو كأنه تضيع وقت آه بص المانوفر دي دي جيدة برضو وفيه رخ سبعة ياكل آكل معا بدأ خطير بس ملأمة أكتر رخ سبعة دي ملأمة أكتر مع أن الملك يبقى قريب يدعم البياد يعني فضي مكان للملك عشان كده أنا استقرت على نايت دي ثري كمان الكيش دي مش مزعجة دلوقتي بأحمل بيداء كمان الرخ ما لعبتش يعني ما دخلتش الرخ دي في الملعب ببيت ثري ياكل ياكل وتنزل لا مقفول عليها حتى الآن يعني الكيش دي قاتلة جدا مضطر يمشي هنا لك أن تتخيل الأمور أصبحت معقدة يمشي هنا بعيدا عن مشروع البيداء السالك اللي هعمله واو وده اللوفلي جيم أنا ماشي في الجيم ده بشكل يعني بصراحة حاس أنه من أجمل المباراة اللي لعبتها بغض النظر عن اللي هيحصل في النهاية الله أعلم بس أشايف أننا بالعب الملعب الملعبش ده حلو جدا شكل فريش وجديد وأفكار لذيذة نايس أوكي سيبونا نعمل الكيش دي مهمة وبعدين سيبونا أنا ممكن أديله دي على الهوى ولو أكل أديله دي بس فكرة الدفع البيدقية الآن هيكل رخ فرخ وأنا حاكل وبعدين هيكل بيدأ في بيدأ وبعدين أنا هدفع لازم هيمشي كده وبعدين أنا هنزل سبعة ولا تمانية مش هارف حاس أن الملك وجوده أقرب مهم يعني لا تستعجل التفوق سيأتي التفوق إن شاء الله لا ده وحش الكلام ده هكذا نعافش ايه الفكرة اصلا مش فاهم ماشي وعايز البيدق شكله انا مش مهتم للبيدق ده ان انا اسرع هنا يعني الكش دي همشي بتمبو عالحصان الكش دي ما هرجع ماشي بهو يعني هيبقى بصراحة رجعني كتير بس يعني مش 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 واضح مطلوب ايه يعني اما اذا اكل اكلت جي كده دخلت بالمالك انتهت الامور يعني تصبح المباراة منتهية استراتيجيا كما ان ليه تفوق في الوقت والامر جيد جد دادادادادادادادا هيبني ده عادي؟ حسنا مرقص والله ماشي همشي اشي مشيت اشي مشيت لا والله اشتركوا في القناة فكرة ان انا لو اكلتها هيكل بس انا همشي مش هيكل ولا حاجة عادي انسحب واحدة من اجمل مبارياتي بصراحة انا عايشه في الدقة بتاعتي نايت جي اي تو نايت جي ثري كرة ده ملعوب قبل كده بيشب ايج فور ايج فايف ينهر ازرق ايج فايف ملعوبة على الديتابيز اربع مرات لاربعة لسو تكسب للدرجات دي الشكل يعني سمعته سيئة ايج فايف ملعوبة على الديتابيز ايج فايف ملعوبة على الديتابيز تبييت اكلت بست موف اكل بالوزير تعال انكسر وخدت اي فور الانجين مش ملشح اي فور في اول اربع او خمس نقلات رجع دفعت البيدة دفعت البيدة طلبته اه هنا ايج فايف بست موف ايج اي سافن هالك اللازم ملعوبة بسي فايف ولا فاكس اش عارف اه بدأ يقول على حاجات وحشة دلوقتي خلاص كان عندي هنا على دي بيدق في بيدق بيدق في بيدق اند روك دي ثري طب لو عمل كده عشان مفيش افكار روك دي ايتش ثري عايز دي على الهوى طب لو سابني ومشي جي فور على اي حال ياكل اعمل اي بقى روك ايتشي سيكس طب لو ماشي روك ايتشي سيفن قب نيولر روك ايفي سيفن وتيجي كده ماشي موضوع طويل برضو خلي بالك اعمل انجن وطدي وحشة ليه اه عشان جي فايف هنا كانت قوية ايوالنفر اتشيف الشكل اللي انا وصلت له ماشي اعمل انت مش عاجبك الكش دي دي اللي اديتني اللعبة كله مش عاجبك يا عم الله اهديك النور هيقطع ما تضيقناش النور هيقطع خلاص ما تضيقناش بقى كدعان المطش دي انا اعملت فيه نوفلتي يعني انا مش محتاج انا مبسوط 90% اوكي حلقة اعتقد من اجمل حلقات اهلا بالسريع قولي رايك في التعليقات ولو احبيت المحتوى اشتركوا في القناة ونشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة